ويقول ايه بقى؟ بيقول ان الناس للأسف بتتخانق وبعد ما تتخانق تسيق لبعض وبعد ما يسيقوا لبعض يقزوا بعض وبعد ما يقزوا بعض يوصلوا ليه الامتلاء من بعض ونفسهم تتسد ويوصلوا الى حد الطلاق وهم بيقولوا احنا مش عارفين ايه اللي حصل لنا الحديث ده بيجاوب لنا ايه اللي حصل لهم ومش معنى كده ان ابليس عمل كل حاجة ولكن ابليس كان الشرارة عشان نفهم ان احنا في الحقيقة وكأننا ماشيين ولا خطوات الشيطان الطلاق ماشي ولا خطوات الشيطان اذا كان مش هو الحل اللي بيقوله لك المتخصصين حدث النبي بيقول لنا ان ابليس بيبعث مساعدين او سبيانو زي ما احنا بنقول بلغتنا الدرجة واكتر واحد بقى بياخد مكافآت ويكون قريب من ابليس اكترهم ضرر وازأ وشر ومصايب بيضعف المجتمع مين بقى ده اكتر واحد ابليس بيحتفل بيه اللي بيخرب البيوت اللي بيولع النار في البيت واللي بيكب الزيت واللي بيحرق الزيت يعني اللي بيخلي الناس تطلق من بعض اللي بيفرق ما بين الرجل وزيق امراته ليه بقى؟ لان دوات اللي بيعملوا ده اثره مش بيبقى على الاتنين دولة بس ده اثره بيبقى ممتد اثره انا بسميها دواير الجحيم المتداخلة هو اثر على الاتنين دولة على الاسرة على المجتمع لان افساد الاسرة اللي هو بيكون في الافساد ما بين الرجل والمرأة هو في الحقيقة يعني بالتعريف زي يقولوا بايضي في نيشة كده بالتعريف هو افساد المجتمع وكأن اذا صلوحة الاسرة صلوحة المجتمع كله واذا فسدت فسد المجتمع كله